رغم الإجراءات التي أقرتها وزارة الداخلية من أجل تحسين الخدمة العمومية وعصرنة مصالح الحالة المدنية على غرار فتح موقع يسمح لهم بأخذ موعد لإداء ملف طلب جواز السفر البيومتري إلا أن هذه التسهيلات استدمت بغياب ثقافة التعامل إلكترونيا لدى الجزائريين هنا عندنا بعض المواطنين ما زل ما تعودوش على العمل بالإنترنت من اللي بدأت العملية إداء والسحب الجواز السفر على مستوى البلدية وإن دارت الوزارة الداخلية سيت خاص وإن يمكن للمواطن أنه يدير طالب تاعه ويحدد الموعد تاعه ويدير الصورة تاعه ويأخذ يجي هنا إلا أخذ الصورة استغناء المواطن عن التعامل إلكترونيا وتوجهه إلى البلديات من أجل ضبط موعد من شأنه أن يكلفه وقتا أكبر ويعرقل عمال مصالح الحالة المدنية ولكن المواطنين ما تولفوش هذه العملية ورهم يعطلوا رواحهم يجيوا للشباك ويديروا الوزارة وهي ممكن تتسهلهم أنه من داره يدير الحز التاعه ويأخذ الموعد التاعه ويجي هنا ما هم شي تعملوا موال فوش وهذه يتحسن وتكون عنده أولوية يعني يكون حاكم الموعد التاعه يجوزه واللول ثغير الذهنيات بما يتمشى وورقة طريق وزارة الداخلية لمراجعة آلية عمل مصالح الحالة المدنية في استخراج الوثائق معطى من شأنه أن يساهم في القضاء على ظاهرة الطوابير التي لا تنتهي على الطريقة الجزائرية والآن نصل بكم إلى ملف هذه الساعة الإخبارية والذي خصصنا للحديث عن الهاكرز الجزائريين ومصطفى المنحدر من ولاية منراس يعد من بين أحد الشباب الذين استهوتهم مجال القرصنة استهواهم مجال القرصنة الإلكترونية في ظل البطالة التي يعيشونها يومياً حيث استطاع قرصنة كبرى والشركات والبنوك العالمية نتابع المزيد عنه في هذا التقرير لعبد الرزاق حاجي كثيراً ما نسمع قصصاً عن قرصنة أنترنت من جنسيات مختلفة احترفوا التلاعب بالحسابات المالية لكبرى الشركات العالمية في أقصى الجنوب الجزائري هنا بثمن رأسة وبعيداً عن الأضواء التقينا بالشاب مصطفى الذي صنع إسماً في عالم القرصنة ووظف قدراته في برامج الأنترنت للقيام بعمليات احتيال واستهداف مؤسسات عالمية المفارقة أن مصطفى هذا الشاب البطال يمتلك قرابة 73 حساباً مالي بأرصدة تتجاوز سقفاً مصطفى وكغيره من آلاف الشباب الجزائري يعترف بأن نشاطه غير قانوني لكن السؤال المطروح لماذا لا تستفيد الجزائر من مثل هذه الكفاءات لتعزيز أمنها الإلكتروني وهذا ما سنحوره الإجابة عنه مع ضيفي سيد يونس قرار الخبير في تكنولوجية الأعلام والاتصال أهلاً بكم شكراً لابدأوا العفوة ومعنا أيضاً ضيفي عبر الهاتف سيد العيد سابق المحامي للحديث عن هذا المجال من الناحية القانونية أهلاً بكم سيد العيد شكراً أهلاً وسائل أهلاً إذن أبدأ معك أستاذ يونس قرار للحديث ربما عن الهاكرز الكل يعلم خطر هذه الأفة على المجتمعات ليس فقط المجتمع الجزائري أو الأمن الجزائري الوطني وإنما على كل الأمن القومي والدولي لو تحدثنا ربما عن هذه المخاطر بصفتكم خبير في تكنولوجية الأعلام والاتصال وأن هذه كلمة الهاكرز هم القرصين فيعتمدهما عندهم ذكاء شوية فائق شوية معدل مستعملي الأنترنت أو مصممي والمبرمجي في الأنترنت فعندهم هذا الذكاء هذا ليسمح لهم بشيء يلقى بعض الاختلالات والثغارات في الأنظمة المعلوماتية ليسمح لهم باستغلالها والوصول إلى أجهزة الأشخاص والمؤسسات وسرقة المعلومات واستغلالها لأغراض ممكن تكون أغراض حسنة وممكن تكون أغراض سيئة ولكن في الصفة عامة هذا العمل غير مرغوب فيه لأنه يعطي فرصة للشاب أنه يوصل لمعلومات اللي هو المفروض ليوصلش لها لأن هذه معلومات شخصية أشخاص يسرقون له معلومات ولا يدخل يختارق أنظمة مؤسسات يسمح له حتى بالوصول إلى معلومات الممكن تمس بالمستقبل المؤسسة وممكن توصل إلى أمن الدولة إذا كانوا هذه الأشخاص أو هذه المؤسسات مؤسسات هامة ولهذا هذا المجال مجال خطير ولكن بلكن بيّنوا أمر هذا ما يسمى بالحاكرس كان الحاكرس يسمى من أبرياء الأخلاقيين الهدف أنه يوجد الاختلالات والثغرات عفوا سيد يونس قرار قبل أن نتواجه إلى الهاكرس الأخلاقيين ربما نرى المخاطر من ناحية القانونية مع سيد العيدة السابق شكرا سيدتي سيدتي فيما يخص القرصة الإكترونية هي من الجرائم العابرة للدول وهي جريمة في الحقيقة تتم محاربتها دوليا خاصة عندما يتعلق الأمر بالسطو على الأسرار وكذلك على الأموال فمن الناحية القانونية كذلك في القانون الجزائري أيضا منصوص على المعاقبة على مثل هذه القرصة ولكن هل يمكن استغلال هؤلاء القراصنة محلين أو من أجل حماية مواقع الدولة وكذلك أسرارها أنا نقول باللي في الواقع أن الدول رغم أنها تجريمية لهذه التصرفات إلا أنها في كثير من الدول تتفاوض مع هؤلاء حتى بعد الحكم حتى بعد الحكم الجزائي تتفاوض مع هؤلاء فيما يخص استغلالهم في حماية مواقع وخاصة فيما يخص أمريكا وكذلك بعض الدول الغربية تتفاوض وأنتم تعرفون جيدا الإشاعة التي أشيعت عن قضية حمزة بن دلاج الذي قيل أنه أشيع عنه وأنه حاولوا استغلاله لإغراض السلطة الإسرائيلية وعرض يقال أنه عرض عليه مقابل إخلاء سبيله أن يتعامل مع السلطات الإسرائيلية هذا ذلك إشاعة ولكن الحقائق موجودة كذلك كذلك بالنسبة لهذه أعفونا سيد العيد السابق لكن من الناحية القانونية في رأيكم كيف يمكن أن تستغل ربما أو تحتوي الحكومات هؤلاء الشباب الهاكرز ربما لتدعيم أمن حماية وحماية مؤسساتها نعم نعم من الناحية القانونية هي جريمة ولكن في الخفاء في الخفاء يمكن استغلال هؤلاء في حماية المواقع وهذا بالتفاوض معهم وخاصة سواء ويستغلون حاليا كذلك يستغلون لحماية المواقع أو للسطو على مواقع أخرى وكشف أسرار أخرى هناك يعني عدة دول تستعمل هؤلاء القراصنة في هذا العمل ولكن بطريقة سرية ولحماية مواقعها أو السطو كذلك على أسرار دول أخرى إذن من حيث الواقع من حيث من ناحية القانونية فهي جريمة يعاقب عليها كل قوانين الدولية وخاصة الاتفاقيات التي تمت بين أول ولكن من حيث الواقع هناك تفاوض سري مع أولئي للعمل وللمشاركة في حماية مواقع دولة معينة نرى رأي الخبير في تكنولوجيا الإعلام والإتصال سيد يونس قرار ربما إضافة لما قاله سيد العيد السابق في هذه النقطة كيف ربما يمكن أن تستغل الجزائر ربما هؤلاء شباب الهاكرز لتدعيم ربما أمنها خاصة أنه نعلم أن المواقع الإلكترونية الجزائرية هي ربما الأقل حماية في العالم بطبيعة بطبيعة الحال على هذه تكلمت عن الهاكرز الأبرياد وإذوين الحسنة موجودين حتى في العالم والدليل أنه لما يختار بعض الأنظمة لا يستعمل المعلومات يخلي رسالة لصاحب الموقع يقول زبائن تحم قال العمل الأول الذي نقوم به هو ما يسمى بلو ديت يعني نحكم موقع الأنترنت ونحاول نقوم بضربات إلكترونية باش نشوف ما هي الاختلالات الموجودة والثغارات ويستعين بمثل المهندسين والتقنيين لأنهم عندهم هذا البادهية هذه يعرف هذا يعني الفاي هذو كيف يوصل لهم فهذه الناس يستغلوا من الشركات المتخصصة في الأمن المعلوماتي وكذلك بعض المؤسسات الاستراتيجية يعني البنوك والإدارات اللي عندهم معلومات هامة فهذه يحتاجوا إلى ناس للمرحلة الأولى أنه يعمل عنده وقال شوف لي الثغارات موجودة في الأنظمة التاعي يعني فيلعب دور تعقرصان تعقرام بيرات يعني ويحاول كيف وثم يجيب مهندسين واحدة أخرين لقيمين بتصميم النظام باش يسدوا هذه الثغارات تذكر ربما حادثت أن الفيسبوك لما قدم مكافأة المالية لهاكر المغربي لما اكتشف ثغرة أمنية في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك حتى أنها قدمت لهم مكافأة مالية معتبرة بالطبع هذا يعني مثال على ما يسمى بالقراص البيض يعني يجد ثغارات ثم يخبر المؤسسة وفي بعض الأحيان هذا الهاكر يقوم بإخبار صاحب الموقع قبل ما يبدأ بالضربات والهجمات الإلكترونية فيتصل لهم قال ما هو الموقع أنا رأني مستعميلي هذا الموقع ولهذا البرنامج سنقوم ببعض الهجمات اللي ممكن توضع الموقع في خلل لأنه الهدف منه أنه نشوف ما هم الثغارات فهذا الأشخاص الأذكية اللي بتيجين يستعملهم في المرحلة الأولى هذه المؤسسات المتخصصة في الأمن المعلوماتي ثم في المرحلة الثانية بعض المؤسسات استراتيجية اللي المعلومة عندهم مهمة جدا كما البنوك وبعض المراكز وبعض الإدارات والمؤسسات الهامة هذا يجب لهم الناس اللي يقوموا بالأمن المعلومات المحليين عندهم لداخل ما يقدرش هذه الخدمة يعطيها المؤسسات خارجية وكذلك البلدان بعض الحكومات استعين بهذا لأن بعض المواقع الهامة يقوموا بهذا الأفراد وكذلك هذه الأفراد عندهم وقال أبدأ الآن شوف لكل الثغارات الموجودة في الأنظمة وننسوش في عالم مفتوح كان معارك الإلكترونية ما بين بلدان وحكومات المعركة الإلكترونية ما بين الصين والولايات المتحدة إيران وغيرهم والإسرائيل تحاول كيف توصل المعلومة لأن لما نوصل للمعلومة جزء من المعركة انتصرت فيها فهذه الحكومات يستعين بهذا الأفراد لحماية أولا أجهزتهم وأنظمتهم ولكن يستعملوهم لاختراق أنظمة معلوماتية لبلدان ليعتبروا أعداء بالنسبة لهم حتى أنه في دول الغربية أطلقوا ربما منافسات مسابقات للهاكرز ربما لاستقطابهم بالطبع وربما حثهم على ربما مساعدة دولهم لحماية أمنهم من القرصنة من الغرب هل ربما نجد هذه نية في الجزائر لماذا الجزائر لا تعتمد على شبابها ربما يعتبرون كفاءة هذا الدور تقوم به بعض مراكز البحث والجامعات لأن هذه الأفراد في كثير من الأحيان لا يلقون الناس دخلين في إطار تعليم ليس مهندس ولا دكتور ولا شباب التي تعتمد من رأسهم في نادي سيبير كافي وعنده وقت وعنده ذكاء شوية خارق ويعرك فاش يخترق هذه الأنظمة فهذه الأفراد هذه المفروض ندخلهم في إطار فرق بحث فرق تبعين وإن كان دكاتيرا ليعرفوا النظريات ولا مهندسين متخصصين وندخلهم كذلك في فرق بحث وفي فرق عمل لتبعين مؤسسات كبيرة كما صناطرها كما البنوك وزارة الدفاع لكن ما الذي يمنع ربما الجزائر من استغلال أو احتواء هؤلاء الشباب الهايكيرز لحماية بما أنه ربما المواقع الأمنية في الجزائر المواقع الإلكترونية عفوا في الجزائر ضعفة أو قل حماية هو المرحلة الأولى لازم نفهم أهمية الأمن المعلوماتي إذا ما فهمت الأهمية وفهم مستحيل باش ندير خطوات وندير نظرة يعني كيفاش نتعامل مع الناس اللي يتداخلون في هذا المجال فنحتاج إلى مثلا كما قلت أنت هذا الأفراد هذول يجب أن نكتشفهم كيفاش نكتشفهم هل نستطيع حتى ندير جريمة أنه يعني يختارق نظام ويجي عملية قانونية تدبر ضده يعني ونبقى حصل يعني بعد كيف هذا يعتبر مجرم والدولة ربما تكون فيه مسابقات كما لحظنا ولهذا في البلدان في العالم المتقدم يديروا هذه المسابقات الكبيرة وإن كان آلاف التقنيين والهاكرز يجيوا ويعطوهم تحديات لهاي هذا المواقع شكور يقدر يختارقها ولي يختارقها عنده جائزة وبعد ذلك يوظف لأن على بل هذه الأفراد اللي ينجحوا في هذه المسابقات ربما حتى يكون فيه تكوين لهم بالطبع على هذه اللي قلت هذا الذكاترة الموجودين وفرق البحث الموجودين في الجامعات يؤطروا هذه الأفراد لأن في كثير من الأحيان هو يقوم بعمليات اختراق ولكن ما وش عارف يعني الأسس النظرية تحها تقنيا معلومة كيف يجدرها يعني يقول لك وصلت أنه ودخلت لهذا الموقع بس حولها معلومة كيف وصلت له ولكن وهذا الدكاترة يعطيه الخطوات يفهمهم لكن عفوا سيد يونس قرار يعني لماذا لا تستغل للجزائر ما هي ربما شيء لما يخليش الجزائر تستغل ربما مثل هذه الكفاءات أولا يعني أولا ما فهمتش أهمية هذا الأمن المعلوماتي وهذا المعركة الإلكترونية وهذا المعركة الثورة الرقمية ربما المنظومة الإلكترونية في الجزائر ضعيفة جدا ضعيفة جدا ما نشفهم أهمية هذه التكنولوجيات وأهمية الثورة الرقمية لما نفهم هذا الأمر نشوف الإيجابيات التي تقدمونها الثورة الرقمية ثم بعض السلبيات بين السلبيات هذه الأمن المعلوماتي فنحضر نفسنا يعني وكيف نحضر نفسنا بهذه الطريقة هذه أولا عندنا مؤسسات متكونة متخصصة في مجال أمن المعلوماتي برامج التعليم العالي في الجامعات تاخذ بين الاعتبار هذه ومن بين الأمور هذا الأفراد هذه القراصين الشباب كيف نكتشفهم وكيف نوظفهم في تصميم سياسة وطنية للأمن المعلوماتي نعم كنت بودي أطرح السؤال على سيد العيد السابق إن كان بالإمكان إعادة ربط الاتصال به إذن في اتظار أن يتم وصلنا بسيد العيد السابق عند هذه النقطة ربما تقولون أن ضعف المنظومة الإلكترونية في الجزائر هل ربما أيضا الجانب القانوني هو الذي يحيق عمل هذا الجانب؟ طبعا وجهة جوانب كثيرة لازم تكون في نفس المستوى هذه الثورة الرقمية اللي راح ندخلوا لها في إطار بناء مجتمع مبني على المعرفة بين الجوانب والجوانب التقنية يعني تكون عندنا ربط بشبكة الأنترنت جيد تكون عندنا الخدمات الإلكترونية كما الإدارة الإلكترونية والتجارة وغيرها يعني هذه الأمور كل لازم تكون في إطار منظومة شاملة وبطبيعة الحال يكون عندنا نظام قانوني لأنه كانت تعاملات كثيرة لنقوم بها في إطار هذا المجتمع الرقمي وكان حالات جديدة القانونيون لم يكنوا متصورينها من قبل الآن لازم يخذوها بعين الاعتبار حتى يعني يكون عندنا مناخ آمن بالنسبة للمستعملين المواطنين ليدخل أنه يستعمل هذا الوسائل الإلكترونية وكذلك بالنسبة للمؤسسات والإدارات لتقدم هذه الخدمات يقول كيف ندير موقع إنترنت وندير معلومات في احتمال 0% أن الناس تختارق الأنظمة تاعي فوش ندير لهم؟ هل أبقى مكتوف الأيدي؟ يعني ندخل بدون سلاح أمام هذا الشباب اللي ممكن دارينها بطريقة يعني يحبين يكتشفون ولا دارين في إطار مخطط عدوب اللي حبي يدخل لهذه الأنظمة فهنا القانونيون يجب أن يكون عندهم كلمة نرى رأي سيد العيد السابق المحامي ربما فيما يخص الجانب القانوني هل ربما الجانب القانوني أو الترسانة القانونية في الجزائر هي التي ربما لا تسمح باحتوى هؤلاء الشباب الهاكرز لربما تدعيم المنظومة الإلكترونية في الجزائر سيد العيد شكرا فيما يخص الترسانة القانونية في الجزائر هي الجريمة المعلوماتية هي حديثة العهد وبالتالي الجزائر حاليا تحاول تغيير قوانينها وفقا لما هو موجود على مستوى العالم ولكن أنا أؤكد أولا ما قاله السيد الخبير فيما يخص القراصنا الإيجابيين فيما يخص القراص ألو تفضل تفضل سيد العيد قلت فيما يخص القراصنا الإيجابيين لا بد من البحث واكتشافهم قبل ارتكابهم للجرائم لأن بعد ارتكاب الجرائم في أغلب الأحيان لا يمكن استغلالهم ولكن لا بد من البحث عليهم كما قال السيد الخبير في هذا الأمر لا بد من البحث عليهم في الجميعات حاليا يعني الهاكر الجزائري المعروف اللي هو حمزة بن ذلاج كان يعني فقط كان في السيبار كافي فقط يعني ومن ثم تكون وبالتالي بإمكان الجزائر استغلال هؤلاء في المواقع التعمل ولكن هم يتخوفون من كشف أمرهم يعني بالنسبة حتى ولوا أنهم اخترقوا بعض المواقع وأكدوا هذا الاختراق هذا لكن يخافوا عندما يتكشفوا يتتم متابعتهم جزائيا وبالتالي لابد من إيجاد آليات أخرى في القانون الجزائري لاستغلال هؤلاء بطريقة قانونية والاستفادة من معلوماتهم وخبراتهم في هذا الأمر نعم شكرا جزيلا لكم سيد سيدتي أيضا لا بد من مسائرة القانون الجزائري لكل ما هو متطور لأن كثير من القوانين الجزائري لا تسير التطور وبالتالي في هذا المجال لا بد من أن يوجد هناك توجد آلية لحماية هؤلاء واستغلالهم قبل ارتكابهم للجرائب شكرا شكرا جزيلا لكم سيد العيد سابق المحامي كنت ضيفي عبر الهاتف شكرا جزيلا لكم على هذه التوضيحات أستاذ يونس قرار سؤال أخير فقط ربما مقترحاتكم لربما احتواء هؤلاء شباب الهاكرز وتدعيم المنظومة الإلكترونية في الجزائر ولن يعني لازم نعود نركز أن الجامعة عندها دور كبير تقوم به في هذا المجال لكي تكون كداعم للمؤسسات التي تقدم مثل هذه الخدمات وهذا نرجع أن المؤسسات والإدارات لازم تدخل في عالم الثورة الرقمية وإلا فرنا نتكلم بعناس يعني كل واحد هنتكلمه كيف هي دير صيانة السيارة هو أصلا ما هو مقتنع بالسيارة فلازم يقتنع أولا بأن لازم ننتقل إلى هذه الثورة الرقمية واستعمالها التكنولوجية الجديدة ثم نقل باللي هذه الثورة فيها إيجابية كثيرة ولكن فيها سلبيت كما السيارة قال فيها إيجابية كثيرة ولكن فيها سلبيت تحل الكمبان كيف ترقحها تحبس لكن ليس فقط ربما الجامعات ربما نلاحظ أنه مثلا كما ذكر سيد العيد أنه حمزة لم يكن له مستوى جامعي ربما العديد من الشباب هم موصلوا ربما مستوى الجامعية ربما تكون فيه معاهد لملا لتكوين هؤلاء يعني علش قلت الجامعات هم يحطوا الأرضية هذو شكولة رح يقوم بالمسابقات مثلا نعم هذو الجامعات في إطار قضية تعليم يعني قال ملاش مثلا ملاش تكون مؤسسة مثلا متعامل هو اللي يدير هذا المسابقة وإلى تدخل فيها أمور تجارية قال لك نوادي علمية مهندسيين متخصصين جامعات الجزائرية يديروا هذا المسابقة ويفتحوها يفتحوا المجال الواسع ما يخللوا شغل الطلبة الثم ولكن قال أي إنسان اللي عنده كفاءة وحب يشارك في هذا المسابقة مرحبا ذلك فهذا نقدر نجيبهم فلما يجيوا لهذا المسابقة هذه لازم يكونوا عند الناس ليأطروا هذا العمل هذا ليعرفوا كيفاش المسابقة تتم وكيفاش نكتشف هذه الكفاءات وهذه القاراصين الإيجابيين من بعد لازمة هذه تدخل في إطار سياسة شاملة للأمن المعلوماتي وتدخل في إطار سياسة شاملة للانتقال بالمجتمع الجزائري والمجتمع الرقمي شكرا جزيلا لكم سيد يونس قرار الخبير في تكنولوجية الأعلام والاتصال على هذه المشاركة نعرج